كتب اللي اتكتبت في فضايا صورة الفاتحة كتير جدا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ام الكتاب ام الكتاب يعني ايه؟ الام بمعنى الاصل يعني انت قبل ما تدخل المصحف عايز مراجعة سريعة عايز فهرس عايز مجمل المعاي عايز تعرف الكتاب ده بيتكلم عن ايه؟ يعني انا داخل القرآن افرد واحد لا يبحث عن الهدى واحد داخل كل طموحه طموح دنيوي فقط واحد يبحث عن الشهوات فقبل ما تقرأ الكتاب احنا بنقول لك يقول الله سبحانه وتعالى هذا الملخص السبع عايات اللي في صورة الفاتحة ده ملخص مجمل ما في القرآن لو المعاني اللي في صورة الفاتحة دي انت مش مهتم بيها خلاص ابا انت متهتمش بالقرآن المعاني التي ذكرت مجملة في صورة الفاتحة ذكرت مفصلة في القرآن لذلك عجبني جدا اسم كتاب من الكتب اللي تكلمت عن الفاتحة وكتاب جيد حقيقة اسمه الإسلام في سبع عايات اسمه الإسلام في سبع عايات وبالفعل كنا احنا عملنا محاضرة برضو مع موقع طريقة الله كان اسمها مركزيات الوحي حاولنا نشرح الوحي بتكلم مجملا عن ايه يبقى اول معنى مهم نخرج به ان صورة الفاتحة فيها مجمل ما ذكر في القرآن بل قال بعضهم مجمل ما ذكر في كل الكتب السماوية من قبل يعني لو انت عايز الملخص ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من عباده الملخص قبل التفاصيل المجمل قبل التفاصيل موجود في سورة الفاتحة ايه ده ده الموضوع مهم للدرجات دي؟ الموضوع مهم هي أم الكتاب هي السبع المثاني سبع أيات طب ليه؟ يعني ايه مثاني؟ بعض العلماء قال المثاني لأن فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يحب الحمدة سبحانه وتعالى ويحب المتح زي ما يليجي في الحمد لله يا رب العالمين بعضهم قال سبع المثاني من التثنية أي أنها تكرر انت بشو اخذ بالك ان الصورة اللازم اجباري تقرأها في كل ركعة وبدونها تبطل الركعة وتبطل الصلاة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بدونها بدون صورة الفاتحة فالصلاة خداج خداج يعني ايه؟ يعني ناقصة يعني انت حياتك من غير الفتحة ناقصة وصلاتك من غير الفتحة ناقصة وطريق الوصول لربنا من غير الفتحة ناقص في معاني مهمة لو انت ما استفدتهش من صورة الفاتحة لن تصل الى الله سبحانه وتعالى الطريق ناقص عارف لما تيجي طريق متسفلت وبعد كده فجأة الطريق قطع الطريق قال لك فين بقيت الطريق؟ أنت بدون صورة الفاتحة وبدون معاني صورة الفاتحة الطريق مقطوع إذلك الحديث وإن كان في سنة ضعف لكن مشهور بين أهل العلم وبيبدأوا بيه كثير من كتبهم أن أي شيء لا يذكر فيه اسم الله فهو أبتر إنك تبدأ أي حاجة من غير ما تقول باسم الله في الأول أبتر فحياتك بدون الفاتحة حياة مكتورة حياة مقطوعة حياة خداج حياة نقص